صوت الأردن لصالح مجموعة من القرارات التي ناقشتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الوضع في الشرق الأوسط هذه القرارات تتعلق بمدينة القدس والقضية الفلسطينية والجولان السوري المحتل واجاء في القرار الخاص بالقدس أن الجمعية العامة تكرر تأكيدها على أن أي إجراءات يتخذها الاحتلال والسلطة القائمة بالاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف غير قانونية وبالتالي فهي إجراءات ملغات وباطلة وليس لها أي شرعية على الإطلاق ودعت الجمعية الاحتلال إلى وقف جميع هذه التدابير غير القانونية والإجراءات الأحادية على الفور كما جرت تصويت على سلسلة من القرارات التي تخص القضية الفلسطينية وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره والخلاص من الاحتلال